بحسب مركز بيو للدراسات فإن هامش الخطأ النموذجي الذي يتمثل بزائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية يدفع الناس إلى الاعتقاد بأن استطلاعات الرأي أكثر دقة مما هي عليه في الواقع لكن دراسات عديدة أيضا تظهر أن هامش الخطأ الحقيقي يكون غالبا نحو الضعف ما يتم الإعلان عنه وأن متوسط الخطأ في تقدير الاستطلاع قد يصل إلى ست نقاط